ينضم إلينا عبر الأقمار الصناعية من بغداد مباشرة المتحدث باسم المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء الدكتور سعد الحديثي أهلا بك دكتور سعد إذن ما أهمية صدور أمر المحكمة الاتحادية العليا بوقف إجراء استفتاء إقليم كردستان في هذا الوقت تحديدا المحكمة الاتحادية العليا كما تعرفون هي السلطة القضائية العليا في البلد والدستور خولها فض المنازعات وتفسير نصوص الدستور وحل الخلافات أو إصدار الأحكام القضائية بشأن الخلافات التي تنشأ بين السلطات المختلفة في العراق وبالتالي بحكم الصلاحيات المعطاة لها وكون قراراتها قرارات ملزمة وواجبة التنفيذ ويجب الاتزام بها من كل السلطات صدر القرار اليوم عن هذه المحكمة قرارا قضائيا بوقف إجراءات الاستفتاء الخاصة بالإقليم لكونها متنافية مع المواد الدستورية الأساسية في ثمان من هذه المواد وبالتالي حقيقة هذا الحكم القضائي أو القرار القضائي يرتب إلزاما قانونيا على سلطة الإقليم بوقف إجراءات الاستفتاء ويعود أي خطوة تقوم بها سلطات الإقليم بهذا الاتجاه خطوة غير قانونية تفتقر الغطاء القانوني وبالتالي لا يترتب عنها أي أثر أو إلزام قانوني بسبب الحكومة الاتحادية لكن دكتور سعد الكرد لغاية الآن مصرون على إجراء الاستفتاء رغم الرفض الداخلي وأيضا الخارجي مع هذا الإصرار ماذا سيضيف أمر المحكمة الاتحادية؟ اليوم اكتملت أضلاع المثلث الثلاثة في السلطة الاتحادية العراقية السلطة التنفيذية ممثلة في مجلس الوزراء ومجل الأمن الوطني رفضت الاستفتاء وعدته أمرا غير قانوني منافي الدستور السلطة التشريعية العليا في البلد ممثلة في البرلمان أيضا أصدرت قرارا بهذا الصدد واليوم حقيقة المحكمة الاتحادية العليا بحكم صلاحيات المعطاة لها أصدرت قرارا مكملا ومتمما وهو قرار ملسب كما قلت وبالتالي اليوم كل السلطات الاتحادية في البلد أوضحت موقفها وأصدرت قرارات بهذا التجاه والمجتمع الدولي المنظمة الأممية الدول الفاعلة في المجتمع الدولي العضاء الدامين في مجلس الأمن الدول الإقليمية كلها أصدرت قرارات أو بيانات مطابقة ومتوافقة مع موقف الحكومة التحادية بضرورة الحفاظ على وحدة البلاد واحترام السيادة الوطنية الكامل العراق على كامل الترام العراقي واللجوء إلى الحوار كوسيلة لحل الخلافات واحترام بنود الدستور وأحكام العامة بالتالي اليوم أصبح الموقف متكاملا ولا يوجد أي منفذ قانوني أو دستوري أو إجرائي يمكن للإقليم أن يستند إليه فيما تعلق بإجراءات الاستفتاء طيب لو تحدثنا عن تأثير هذا الملف على العلاقات الخارجية إيران هددت وتركيا أيضا دفعت بمنورات قربها الحدود مع العراق كيف ستتعامل بغداد مع التصعيد الأقليمي ضد كردستان لا سيما أنها لغاية الآن جزء من العراق نحن نؤكد أن أبواب الحوار ما زادت مفتوحة دعوتنا للحوار قائمة بل نجددها في كل مناسبة وفي كل يوم للأخوة في الإقليم لقيادات الإقليم للأحزاب الكردستانية في الإقليم التي تبنت الاستفتاء نقول لهم تعالوا إلى الحوار لنجلس إلى طاولة المفاوضات نضع كل الأمور على طاولة البحث لدينا سقف والدستور لدينا مصلحة وطنية متبثلة بالحفاظ على وحدة البلاد وفي هذا الإطار نتحرك لحل المشاكل القائمة ونوجد إمكانية لتوفير وتحقيق تطلعات جميع العراقيين من كل المكونات ومنهم الأخوة الأكرارة طبيعة الحال وبالتالي أي خطوة للإضرار بالسيادة الوطنية العراقية العليا وأيضا لخلط الأوراق فيما يتعلق بالحدود العراق وجغرافيتها المتعرف عليها في القانون الدولي وفي المواثيق الدولية سوف تنحق ضرارا من الاستقرار الداخلي وربما تعطي غطاءا أو مبررا لأطراف خارجية للتدخل وهذا ما لا نريده نحذر من هذه الخطوة ونقول للإخوة الأكرارة عليكم أن تعوا هذا الأمر جيدا ولا تفتحوا الأبواب لإمكانيات ضغوط أو تدخلات خارجية نريد أن نحل هذا الملف داخليا في إطار الدستور وما يحقق رادة الجميع ويحفظ وحدة البلاد طيب كل الأطراف تدعو إلى المفاوضات وإلى الحوار أين وصلت هذه المفاوضات بين بغداد وأربيل بشأن حل الأزمة ومن يتحمل مسؤولية عرقلتها من الواضح أن الحكومة في بغداد موقفها بشأن الحوار واعتماد الحوار كوسيلة وحيدة وبناء للخروج من المشاكل وإيجاد معالج الأزمات القائمة هذه الدعوة ليست بجديدة وهي قائمة ومتجددة لكن جانب الآخر في الإقليم بكل أسف حتى الآن لم يعي خطورة الوضع الذي يقود البلاد إليه بالإصرار على إجراء الاستفتاء على أمر مهم نحن نسعى للحفاظ عليه هو التماسك النسيجي المجتمع العراقي السلم والتآخر المجتمعي بين المكونات المجتمعية المختلفة وعدم خلق حالة من الاحتقان أو الاضطراب أو الفوضى أو التوتر في المناطق المختلطة قد تقود إلى نتائج كارثية لهذا نحن ندعو الحكومة في الإقليم إلى العودة إلى لغة الحوار إلى تغليب صوت العقل والحكمة بالنتيجة وتغليب المصلحة الوطنية الجميع العراقيين وبتأكيد الأخوة الأكراد سوف يكون أي مشكل يحصل في هذه المناطق مضر بالجميع وملحق ضرراً بمصالح الجميع ومنهم الأخوة الأكراد لهذا نحن نقول راعوا مصالح الأخوة الأكراد وراعوا بعد ذلك مصالح العراقيين في البلد المكونات الأخرى من خلال اعتماد الحوار والابتعاد عن إجراءات حادية الجانب تصعيدية والإصرار على موقف أصبح واضحاً أن الطريق المضي به غير منتج من خلال المواقف الإقليمية الدولية من خلال المواقف العراقية بالسلطات الثلاث أصبح المضي بهذا الاتجاه غير إيجابي وغير بناء ويخلق توترات ويعقد المشهد ويشتت الجهد ويبدد الوقت وهذا ما أكدنا على ظرة أن يكون هناك مراجعة جدية من قبل الإقليم لموقفه بهذا الصدد لاتخاذ القرار الصائب بهذا الاتجاه نعم المتحدث باسم المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء دكتور سعد الحديثي كنت معنا عبر لقمار الصناعية مباشرة من بغدر